لأول مرة منذ سنوات باكالوريا 2019 دون تسريبات ولا تأخر للتلاميذة نجح الرقابة على التشويش تأتي أكلها وتعيد للامتحان مصداقيته لأول مرة أنه ما يكونش فيه تسريبات في الوقت يعني بالشكل مفضوح مثل العادة مما يعني أعطى نكهة خاصة وهي نكهة الحراك يعني باكالوريا بنكهة الحراك الشعبي السلمي وعلى الرغم من نجاح تأمين امتحان هذه السنة إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل بعض حالات التشويش التي وصفت بالشادة بعض المشاكل أو بعض التأخرات كانت في بعض المؤسسات اللي نأسف دايما عليها كنقابة لأن التلميذ أو السلطة التقديرية للمدير هي اللي منفروض المدير وجوده هو اللي يقدر التأخر وبالتالي ما يقدرش يمنع التلميذ اللي يكون عنده سبب وجه للتأخر انتاعه البعض اشتكى في مركز واللاتينين والاشتكى من استعمال الحاسبة العلمية والمبرمجة انتهى الامتحان المصري هادئا بعد أن خيم عليه على مدار ثلاث سنوات هاجس التسريبات نجاح الوصاية كان لافتا رغم الوضع الحساس الذي تمر به البلاد فهل هي الإجراءات التأمينية أم تخوف المسربين من العقاب الذي لم يرحم أحدا على مدار الأشهر الأخيرة